أعزائي الطالبات وطالبات المعدس الفن الصحي بأسود شعب الأشعة أهلا وسهلا بكم في مادة صيانة أجهزة الأشعة كنا وقفنا قبل تعليق الدراسة في المحاضرة الثانية عند صيانة جهاز الـ X-Ray وقلنا أن صيانة الأجهزة أو أجهزة الطبية أو أجهزة الأشعة تتطلب دراية كاملة بالجهاز ده إيه مكوناته وإيه الوظائف بتاعه كنا أخذنا صيانة الجنريتور ده اللي خلصناه المرة الفاتتة محاضرة النهاردة هنخلص فيهم جزئين رئيسيين في جهاز الأشعة اللي هم الـ Table & Bookie والجزء الأهم اللي هو الـ X-Ray 2 الـ Table & Bookie زي موضح هنا لازم تبقى ريجد لأن ده الحامل الحامل اللي بتثبت عليه كل المكونات بتاعة جهاز الأشعة ريجد يعني جاسئ غير مرن ما بيتهزش بالبلد كده ما بيلقش ودي أبعاد الـ Table بتاعتنا حوالي 2 متر في 5-200 متر وتاخد 9-10 متر لارتفاع بتاعها من الفلور من الأرض لبدال الارتفاعي بقى طول 2 في عرض 6-200 متر في ارتفاع 7-10 متر ويهي تستحمل المفروض تستحمل مريض يقعد على الـ Table دي الوزنه لحد 110 كيلو جرام يبقى لازم الـ Table تكون ريجد الخاصية التانية إنها تكون مانعة من تسرب لا حد مثلا عرقان مريض عرقان ولا مية الدلت ولا أي حاجة المفروض المادة دي تبقى مانعة لمرور أو تسرب السوائل ويهي المواقع بأنواعها الغازات ويهي السوائل وكمان يقاوم عملية الـ Scratching يبقى كده الـ Hardness بتاعته عليها أو الصلاة دا بتاعته عليها يقاوم Scratching لو حد كده حكي مضافره مفروض ما يعملش علامة في الـ Table ويهي البوكي دي وكمان من الخصاص بتاعت الـ Table ويهي إنه هو سهل التنظيف وصنوع من المادة سهلة التنظيف ما تاخدش وقت في التنظيف البوكي ده بيستخدم ليهيه الـ Table أو الـ Wall Mounted X-Ray Systems ده بيمسك مكونات الـ X-Ray زي الـ X-Ray Caset الـ X-Ray Caset زي ما اخدناها المرة الفاتة ده الشبه بتاعه ده الكاسد بتاع الـ X-Ray هاو اللي يبقى لونه اسود وبعد كده عشان الصورة تظهر بعد المعالجة موقع البوكي ده بيبقى ما بين الـ X-Ray Table على الـ Table بتاع الفحص وإذي صور بتوضح Horizontal Bookie و Vertical Bookie ده الـ Horizontal Bookie أو Wood وإذي الـ Vertical Bookie الممكن ده يستخدم مثلا للتصوير مثلا على الصدر ده التصوير على كسر مثلا في الرجل كسر في الإيد يبقى فيه Vertical Bookie وفيه Horizontal Bookie طيب أعمل صيانة بقى للـ Table والـ Bookie ده ازاي عشان أعمل صيانة زي ما تعلمنا باخد معايا أدوات بعمل بها الصيانة على رأسها ليه شنطة العدة الـ Basic Toolkit والطورش بطارية وعند Spray Lubricant وعند قطعة قماش عشان أنظف وعندي المنظف بس خلي بالك لازم تبقى فاصل الـ Generator وإنت بتعمل عملية الصيانة فاصله وشال فيه شمل الكهرباء خالص ويه المسامير اللي هتفكها فأثناء عملية الصيانة تحطها في كونتينر أي وعاء كده عشان ما تفقدش المسامير دي يعني المسامير الأصلية اللي جاء مع الشركة فممكن يضيع مصمور فأنت تستسهل مدى المسامير أربع مسامير متركبين تركب ثلاثة فممكن تحصل مشكلة بعد كده مشكلة Vibration أو اهتزازات أو مشكلة تأثر على Rigidity وهكذا طيب البوكي Table بفحص فيها ايه احنا لما قلنا الصيانة دي دي عبارة عن process كاملة الانسبكشن أو الفحص البصري ده جزء مهم جدا 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 طيب أول حاجة بفحص كل Table الأجزاء فيزيكالي الأجزاء الطبيعية المكونات المادية بتاعتها وبنظف أي حاجة لزقه فيها بعد كده بعمل عملية تلميع مثلا بحيث أحبز على الطلاق الموجود ده والمظهر الخاري بتاعه يبقى كويس أي مسامير الرابط تفك وأربطها وأربط عليه كويس بفحص في حاجة اسمها compression device ده موجود في أي جهاز أشعة أكتب لك إيهو compression device من تحت ده ديفايس وسخنم في عملية لـ عشان أحسن المهم الجزئية دي أتأكد منها لأنها موجودة لأنها من فك التابل أو البوكي ده هلاقي compression device بعد كده هفحص يا ترى المفاتيح دي واللمبات بشغالة ولا لا بعد كده الارتفاع بتاع التابل فعلا هو التابل الارتفاع الموجود فيه ستاندرد بتاعي ولا حد لعب فيه مثلا انطلع لفوش شوية نزل تحت شوية بعد كده هشوف الماجنيتك لوكس أفحصها كويس بعد كده هشوف يا ترى الـ في الصددات دي هل هي مازالت تشتغل ولا حصل فيها تآكل بفحص السوستا الشد بتاعها محتاج تضبيط ولا لسه سليمة بحالتها بعد كده بقى الـ على الـ بيرنج او الـ بتاعته اثناء الحركة الاعلى واسفل او وفقيا ده بيمشي على رمان بيرنج فاشوف يا ترى الصددات دي محتاجة تشحيم وتنظيف ولا لا البوتر بوكي بوكي ده نوع من انواع البوكي نوع خاص تسمى باسم الراجل الالماني اللي هو اخترع كان اسمه بوكي يبقى كلمة بوكي دي جات من اسم الراجل الالماني اللي اخترع طب بوتر ده الراجل اللي طواره بوتر او امريكاني ده طواره عشان يحسن الـ عملية التصوير فشكله اهو ده الشكل بتاع البوتر بوكي بيستخدم واضح كنا انا اخذ التقويسة دي معناها ايه؟ هيجي المريض يقف عليه عشان نصور للتشست فده بيستخدم فيه التشست راديوغرافي وبيمتاز بميزة حلوة ان هو ايه؟ بيطلع الريزولوشن بتاع الصور بيبقى كويس وبالتالي مدام الريزولوشن كويس اقدر اشوف كويس خاص طيب لازم في اسناء عملية الصيانة اشوف الكاريج الكاريج اللي هي بتتحرك في قياه رأسيا دي شغالة كويس ولا لا اشوف الكابلات الكهربية في البوكي شغالة ولا لا بتوصل كهربة ولا فيها افلة والكلام ده اشيل الصينية بتاعت البوكي دي وبالبطارية الحاجات اللي واره البوكي تري دي ابدأ افحصها واشوف لو فيه اي حالة مفقودة اي ماركرز مفقودة اي مسامير مفقودة او بتفك اربطها لو فيه حاجة خل بالك ما تربطش زيادة عن المطلوب او اقل من المطلوب وبعد كده البوكي تري كاسد دي الكلمبات بتاعتها هشوفها هل اختبار هشوفها هي بتقدي الوظيفة بتاعتها ولا لا وبعد كده هشوف الحاجات اللي هي بجانب البوكي كل الاجزاء دي مقصد وبي استخدام اللوبريكانت دا ابدأ اه اووش اسبري بشوف لو فيه اسسيليشن اي اي اهتزازات بتحصل ولا لا وخصوصها سناعة عملية تشغيل طبعا جنريتور ابدأ بقى اوصل واشوف اه اه توصيل ازبط جينيريتور من كنترول يونت بتاعته عند ميلا امبير صغير وخمسين كيلو بولت واكس بوجر طايم من واحد الاثنين ساكن واشوف بقى يا ترى الكولوميتور ده بيحصل فيه اهتزاز ولا لا طبعا لازم اتأكد ان الكولوميتور ده بقى مقفول لبعا كده انا باختبر ايه باختبر بيحصل اهتزاز ولا لا برضو ده محتاج فحص اشوف لو فيه اي مفقودة لازم يكون طبعا فاصل الباور وبعد كده هشوف البوكي ديه محطوطة في مكانها ولا لا هبدأ افحص طريقة ان انا احط لفرونت كوفر او الكوفر الامامي انا متزبط محطوط كويس ولا لا ابدأ افحص اللي هي الصددات الرئاسية ديه موجودة هو تقدل وظيفة بتاعتها ولا لا اثناء الحركة لو فيه اي حاجة بتعوق او بتاع الحركة الحركة الرئاسية او الحركة الفقية افحص طبعا الفرتكال دي حركة رئاسية هشوف اي حاجة بتاع عوق اعمل تراكينج ولو فيه محتاج تشحيم اشحم فحص لفروسكوبي تيبل ميكاني كاني ويالكتريكاني اول حاجة بعمل فحص لالتيبل بودي ظاهريا وبعد كده لو فيه اي مسامير مفقوك ابدأ اربطة اي بعد كده بافحص الريلز او الدليل اللي بيمشي عليه التيبل اربسيا موافقيا بعد كده اشوف اي مسامير مفقودة او مش مربوطة كويس هربطها نظام التعليق على الكابلات والكاتينة ولو فيه سبرينجز اشوف لو فيه اي تآكل منقود فيه ولا لا بعد كده بافحص الاسلاك الكهربية باستخدام البطارية وبعد ما اشيل فرونت كافر اشوفة لو فيه اي فيلم ماركرز برضو مفقودة ولا لا بعد كده لازم اخد بالي اثناء عملية الصيانة فيه اختبار بقى مهم اللي هو الاجس راي بيم اللايمنت محازاة شعاع الاجس راي بستخدم لازم وانا بعمل الاختبار ده لازم ارجع الكاست اللي هي اربعة عشرين في تلاتين سنطي لازم اركبها شكل الكاست اهو اشكال الكاست بعد كده من الكنترول ابدأ اشغل بقى احط البور طلفيشة او اشغل اه عند كيلو فولت صغير وميلا امبير صغير انا مش بحتاج الطاقة العالية دي كلها وخصوصا وانا يعني بحتك يدويا مع الاجس راي ده فانا مش عايز اتعرض لكمية اشعاع كبيرة فيهمني هو الشعاع نفسه عايز اولد اي شعاع يهمني اختبار المحازاة بتاعه طيب اعمل محازاة يدويا للشعاع ده واشوف الاربعة لسبوت دول الصيز بتاعهم مزبوط ولا لا خلاص الشعاع هو بينطلق ابدأ اشوف موجود عند المينوم ليبل او مينوم هايت والمكسوم هايت ولا لا بكرر العملية دي كلها عند اغير الزاوية بتاعة التيلول عملها تيلتنج لحد ما تبقى رأسية تماما واشوف بقى يا ترى الاسبوت سايز ده مزبوط في مكانه ولا فيه اي ترحيل بعد كده فيه اختبارات مهمة جدا على الجزء الثالث من الاجس راي اللي هو الاجس راي تيو ده اهم جزء موجود في الاجس راي الاجس راي تيو مكوناته طبعا مش هنستفيد فيه لانا اتخد فيه جزء فيه اه مادة تانية اللي هي جهاز او اجهزة الاشعة او مكوناته عبارة عن الكاثود وانود اه الكاثود ده بتنطلق منه بقى شعة الاكس وبعد كده الانود بيسرع اللي هو مشحوم شحنة مجابعة بقى فبيحصل تسخين درك الحرة بتاعلى ولازم الانود يبقى متصنع من مادة استحمل درك الحرة اللي هو ايه التنجستن اه فرق الجهد بين الانود والكاثود ده بيبقى عالي جدا وادي الشكل او بيوضح عملية توليد الاكس ري ادي الكاثود طلع منه شعة الاكس وادي الانود اللي هو متنجستن وانطلقت شعة الاكس ري الادوات اللي بستخدمها عشان افحص الاكس ري تيوب بستخدم شنطة العدة العادية والكيبل تايز ايه الكيبل تايز ادي بعض اشكال الكيبل تايز اه دي الكيبل تايز يبقى دي الادوات اللي بستخدمها وخلي بالك طبعا لازم تبقى الباور اوف وانت بتفحص الاكس ري تيوب تشيل الفيشة خالص طيب بفحص ايه بقى في الاكس ري تيوب بشوف عملية الروتيشن بتاعت الاكس ري تيوب مظبوطة ولا فيها اي مشكلة اي حاجة بتاعوقها ولا اي بالزمد بعد كده بتأكد ان كل الاتاتشمنت الحاجات المتركبة او الكولوميتر والحاجات دي كلها مش اه بتلقش بالبلد بفحص كل الكابلات الكهربية اللي بتوصلها مع الاكس ري تيوب بفحص بقى الهاي تنبراتشر كيبلي او الهاي تنشان هاي تنشان كيبلز زي ما نجوه ده في الاكس ري تيوب بفحص هزي موزたها وهي موزة يعني الهاي تنشان كيبلز زي اه geez rayباع الاكس ري تيوب اذا ضربتها من انتهي مظبوطة. اذا ا corrige два равно بعد كده بفحص الهاوس انج البات بتاع الاكسراء المنية بتاع الاكس ري تيوب دي اذا اي يzw تسريب زيت dove نقط مسلا ابدأ اشيلي واشوف مكان التسريب ده أحاول أسده بشغل شوية وبستمع ليه صوت الروتيشن بتاع الأنود لو فيه أي نويز أو فيه أي ضوضاء يعني زيادة عن المسموح به طبعا المشاغل يبقى عارف الصوت بتاع الـ X-Ray الصوت لو زاد عن المعتاد بقى دي فيه مشكلة بقى يشوف السابع بقى التوكيل والسابع شركة صيانة متخصصة في الصيانة الـ X-Ray طيب الـ X-Ray Tube فيه اختبار مهم جدا اسمه X-Ray Tube Seasoning كلمة Seasoning جات من أننا بحافظ على الخشب من أي رطوبة أو أي سوائل أو مية تتراكم عليه ده Seasoning لكن الـ X-Ray Tube Seasoning بنفس المفهوم بحافظ على الـ Tube دي أنه ما فيش أي غازات سيادة تكون موجودة داخل الـ Tube دي ودخل بالك ده بيحسن الـ Stability بتاعتك X-Ray Tube وخصوصا عند كيلو فولت عالي عند فولت فرق الجهد لما يكون عالي بيحصل السليشن عالي فممكن في وجود الغازات دي ممكن تبقى ايه في مشكلة يبقى لازم بعمل السيزنينج ده كل شوية في الظروف الطبيعية بتشغل على كيلو فولت مثلا بين الـ 80 و 90 اعمل كلام ده شهريا كل شهر تعمل السيزنينج طب أنا لو شغل عندي مثلا كيلو فولت عالي باستمرار يبقى تعمل كلام ده يوميا قبل ما تبعيد الاستخدام أثناء السيزنينج لازم في الأول خالص هتبالك X-Ray Tube دي مش ستيبل بس بعد مرتين أو ثلاثة هتلاقي ايه X-Ray Tube بيت مور ستيبل هتمنى تكون محارطة النهاردة واضحة هشوفكم إن شاء الله المحاضرة الجاية مع طريق صيانة لجزء آخر من X-Ray الألوة هو X-Ray Tube Stand وبقية الأجزاء